أهلا وسهلا بيكم طلبتوا مني كتير في التعليقات نتكلم عن كيفية حماية الأطفال من اكتساب السلوك النرجسي أثناء تربيتهم عموما وطبعا خصوصا لو كانوا في بيت أحد الأبوين في نرجسي وكمان البيت ده موجود في مجتمع نرجسي الموضوع ده كبير وفيه تفاصيل كتير جدا فهنتكلم فيه في عدة حلقات إن شاء الله عشان نكون غطينا جميع جوانب ودي أول حلقة منهم بالإضافة للحلقات السابقة في سلسلة النرجسي داخل الأسرة اللي فيها معلمات كتير جدا متعلقة بهذا الموضوع ولكن هنتكلم في مجموعة حلقات مخصوص عن مشاكل تربية طفل داخل بيت في سلوك نرجسي وإحنا بنحاول نحميه إن هو يكتسب هذا السلوك وإن شاء الله نغطي جميع جوانب الموضوع في الحلقات القادمة النهاردة هنتكلم عن العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الطفل عموما وعلاقتها بتربيته داخل البيت وعن نقاط محددة في السلوك والتربية يحتاجها الطفل الذكر بالذات من أمه أثناء التربية حتى لا يتحول لولد نرجسي عشان دي علاقة مهمة جدا والسبب إني بدأت بالموضوع ده بالذات إني شفت ناس كتير سواء في التعليقات عندنا على القناة سواء في نقاشات عامة على فيسبوك في مشاكل العلاقات عموما بيتهموا الأم بالذات إن هي السبب إن ابنها طلع نرجسي ابنها ده الراجل الكبير المتجاوس تمام فبيتهموا أمه إن هي السبب فبينما المفهوم ده في شيء من الصحة طبعا لأن الأم تأثرها كبير جدا على نفسية الولد إلا إن التربية كعملية مستمرة لسنوات طويلة عملية معقدة جدا وهي ليها عوامل كتير جدا متدخلة ما هياش مسئولية الأم وحدها ولا تكوين شخصية الإبن ومصدر واحد فقط سواء الأم أو غيرها فتعالوا نشرح كل نقطة بالتفصيل بحيث تبقوا واضح عندكم الموضوع هنتكلم فيه في جوانب عاملة إزاي أولا التربية المفروض مسئولية مشتركة بين الأب والأم اللي تحملوا مسئولية إن هم يفتحوا بيت ويخلفوا عيال مش زي ما مجتمعاتنا معتقدة إن الرجل الزوج الأب كل وظيفته إنه يبقى مكينة ATM صرف قالي وكل الباقي بعد كده على الأم ده مفهوم خاطئ تماما إحنا شفنا في حلقات النرجسي داخل الأسرة مثال مثلا قد إيه علاقة الأب بالبنت وبالابن ممكن تؤثر في شخصياتهم سواء بالسلب والتدمير أو بالإيجاب والبناء وبالتالي غياب الأب عن الصورة تماما عن المشهد أثناء سنوات التكوين الأولى في حياة أي طفل ولد أو بنت هو في الحقيقة أحد أهم أسباب المشاكل النفسية والسلوكية المختلفة عند الأطفال لأننا بهذا الشكل بنغيب حاجة مهمة جدا في حياتهم وهي تأثير أحد الأبوين فسواء الأولاد أو البنات ده بيسبب لهم مشاكل كبيرة جدا في حياتهم وكمان بيسبب مشاكل في علاقتهم بعد كده لما يكبروا لأن الأب هو النموذج والقدوة اللي الأطفال بيقلدوا خصوصا للإبن عشان يتعلموا الحياة هما بيتعلموا بالقدوة بيتعلموا بالتقليد فلما نجيب نموذج غلط فأكيد هيكتسبوا منه شيء وهنتكلم كمان شوية بالتفصيل أكتر عن النقطة دي فإذن لو الأب موجود بالفعل يعني مش مريد ولا ميت ولا عيش في بلد تانية ولكن وجوده في البيت مثل عدمه لا بيشوف الأطفال ولا بيسمعهم ولا بيشعر بيهم حتى لو شايفهم بعينه وبعده قدامهم ما حسسهم أنه هم مش متشافين مش مسموعين ما حدش حسس بيهم ما هواش مهتم بتفاصيل حياتهم مش عارفهم ما في سنة كام مش عارف نجحه ولا صقته مش عارف بيلعبه رياضة ايه مش عارف عندهم كم سنة فيه أبهات كده يا جماعة كتير الإهمال المتعمد ده مؤلم جدا للأولاد أكتر بكتير مليوتم لأن اليتيم عارف أن أبوه متوفي وعند ربنا وأن ده مش في إيده ولكن الطفل اللي شايف أبوه موجود قدامه وكمان مهمله وغير مهتم بيه ده مؤلم جدا ومؤذي جدا جدا نفسيا وبيعمل آثار وجروح نفسية عميقة جدا ما بتتصلحش إلا بجهد كبير ده اللي هو نفعل تتصلح بعدما الطفل يكبر الطفل بيكون فاهم كويس أنه هو وصل له الإحساس ده وصل له أنه هو غير مرغوب غير محبوب غير مهم وده لأهم شخص في حياته بعد أمه ومثل الأعلى والمفروض بطله الأول اللي هو أبوه ودي أول نقطة مهمة في موضوعنا أين الأب من حياة الإبن اللي احنا بنتاهم الأم أن هي المسؤولة وحدها ده لا الحقيقة هي الأب فين من التربان وهنا حرجع تاني لمسؤولية الأم لأن أكيد مسؤولية الأم أو الزوجة تبدأ من اختيار الزوج بشكل صحيح بحيث يستطيع فعلا أنه يرقى لمسؤولية الأبوه لأن دي مسؤولية كبيرة جدا مسؤولية كبيرة جدا ما ينفعش يشيلها عيل لما تروحي تتجوزي عيل هو مش متحمل مسؤولية نفسه لسه محتاج ماما تدديه وتغيرله وتهننه وتدلعه فأنتي ما تتوقعش منه أنه يبقى قبل أن مسؤولية الأبوه دي عايزة راجل عايزة راجل بجد البنات اللي بتجري وراء الباد بوي المستهتر غايب عنها تماما النقطة دي بتختار شكل بتختار بطل لحدوتتها الرومانسية زي الأفلام والروايات عشان واحد يطلع حلو في الصورة تغيز بي صحبتها مش بتختار راجل بجد يسندها ويفتح بيته يربي عيال دي مسؤولية ضخمة البنات اللي بتسمع النصائح المدمرة من الستات الكبار أن الراجل ما يعيبوش اللي جيبه ومدام شغله كويس وبيته حلو وعنده عربية وهيصفرك وهيدفع عفلوس كتير وهيهنيكي من وجهة نظر الستات الكبار دول بيجروا نحو الهوية حرفيا لأن طبعا الراجل يعيبو حاجات كتير جدا غير جيبو من ضمنها قدر تحمله للمسؤولية كمقياس للرجولة الرجولة في وجهة نظر مجتمعنا هي العضلات والشكل والمنظر والعيلة والحلاوة والوظيفة والكلام ده كله ولكن مقياس الرجولة الحقيقي هو تحمل مسؤولية مش مجرد فحولته كمقياس للرجولة زي أي دب أعزاكم الله يعني بنقدرها بقدرتها على التناسل فقط فلوهو مش سند حقيقي ليكي كراجل حقيقي فطيق إنهو لا يمكن يكون ضهر وسند وأب حقيقي لولادك وده مهما ادعى إنهو بيحبهم زي ما شرحنا في الحلقة السابقة هل النرجسي يحب أولاده يهمك جدا تسمعي الحلقة اللي فاتت مع الحلقة دي في الحالة دي هيكون مجرد أب بيولوجي هو اللي خلفهم فمنسوبين ليه لكنه لن يكون أب حقيقي أب روحي وعطفي ومربي كما يجب أن يكون الأب فهنا خلونا نأكد تاني إن ما ينفعش كل ما نشوف راجل مش كويس أو سلوكه سيء أو سلوكه مؤذي أو نرجسي نلوم أمه فقط لأن فيه نقطتين مهمين هنا من ناحية أبوه قدوته ومثل الأعلى كان فيه زي ما شرحنا ومن ناحية هو كراجل بالغ عاقل حر مختار فين مجهوده لإصلاح نفسه حتى بعد ما يكبر ويعرف إن أهله كانوا فسدين في التاريخ وفي الدين فيه رجال كثير عظماء ويعتبروا قدوتنا كلنا كانوا أهليهم سيئين كانوا أهليهم مؤذيين وسيئين جدا ولا يصلحوا إنهم يكونوا أباء أو أمهات والعكس فيه أنبياء ربنا سبحانه وتعالى اختارهم أبنائهم كانوا فسدين والكلام ده موجود عندنا في الدين فإذن كل شخص فينا مدام كبير ومسؤول فهو مسؤول بشكل مباشر عن إصلاح نفسه لما يكبر ويفهم إن حصله دامج في شخصيته بسبب التدمير يعني في شخصيته بسبب شكل تربيته أو العيلة الأسرة اللي نشأ فيها أو المجتمع اللي تواجد فيه ودي نقطة تانية مهمة عشان نعي إن فيه تاريخ صلاحية يجب أن نتوقف فيه عن لوم أهالينا على فشلنا أو تعسيدنا لما نكبر ونفهم اللي بيحصل لنا لازم نسعى لإصلاحه مش نعيش في دور الضحايا باقي عمرنا ونلقي باللوم عليهم ونكسل نتصلح وهنا ده رد قاطع على الستات اللي بتقول لي معلش أصل النرجسي طفولته يعني كطير حرام سيئة فهو غصب عنه إن هو مؤذي وغصب عنه إن هو سيئ الخلق وسيئ السلوك أنت مش مصحة ده اللي بنقوله دايما أنت مش إصلاحية عشان تسلحي الناس المكسورين أو المدمرين نفسيا أنت مسؤوليتك تجاه نفسك أنت تحمي نفسك من الأذى وتعيشي حياة صحية وتخلي في أطفال في بيئة صحية وكمان الراجل بعد ما كبر هو فين من إصلاح نفسه وما فيش حاجة اسمها رجل غير مسؤول عن تصرفاته أو غير واعي إن هو بيؤذي الآخرين ده لا يصلح حتى لو كان في راجل قدامك كده فده لا يصلح للزواج ولا لأنه هو يكون زوج فلازم تحطي عليك في راسك وتفوقي وتركزي وتبطلي ما عنديكيش ثقة كاملة في ربنا سبحانه وتعالى إن الواحد لما يرفض الأذى ويرفض الضر ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه بما هو خير منه إن ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخر فأنت مسؤوليتك أنك تختاري صح مش مسؤوليتك تخضعي للضغط الاجتماعي اللي هو أحسن مما فيش وكله زي بعضه وهو كله كده وانتي هتلاقي مين مش هيبقوا انفعوكي لما يتقفل عليكي باب مع حد مؤذي وكمان بيأذي ولادك عامل كمان مهم في تكوين شخصية الطفل هو دور البيئة المحيطة بالطفل البيئة بقى كلها تمام؟ ده دور ضخم جدا معظمنا مش منتبه له تكوين شخصية أي حد فينا ما حصلش بمجرد إن هو يكتسبهم سواء بالطلقين سواء بالتقليد من الأب والأم فقط أو من الأسرة الصغيرة داخل البيت فقط في حاجة اسمها الأسرة الكبيرة الأخوال والأعمام والجدود والكازنز الولاد العم والد الخال والخالة والأود العمة الأطفال اللي بيلعب معاهم في المكان اللي موجود فيه من داخل الأسرة الكبيرة وكمان المجتمع ككل مفاهيم المجتمع كلها لإنها أكيد بتأثر في كل واحد فينا وبتوصل له وكمان مجتمع المدرسة مجتمع النادي والأصدقاء بتعط الفل نفسهم وكمان الميديا والإعلام الإعلام بقى بكل أشكال وسواء دلوقتي بقينا موجودين في عصر السوشيال ميديا والديجيتال كونتنت والكلام ده كله الأطفال بقى في إيدهم كلهم أجهزة رقمية بتوصل لهم أفكار ومفاهيم ومحتوى ما بقاش لينا تأثير عليه زي زمان ما كانت الأمة بتقول إيه في التلفزيون وبقى كده انقطع الطفل عن الأخبار والمعلومات دلوقتي الطفل في إيده في إيده جهاز هو متصل بيه بجميع أشكال الأفكار والمفاهيم خارج سيطرتك كل دي عوامل مهمة جدا في تكوين شخصية الطفل ما ينفعش نسيبه مرمي قدام الشاشيات التلفزيون والإنترنت بدون رقابة ولا تربية وحوار وتهذيب ومرمي في الشارع مع أي عيال اسمه بيلعب معاهم ما عندهمش بقى أخلاق ولدين ولا احنا عارفين مين دول ولا مين لربهم ومرمي في علاقات سامة توحت بيه من كل جانب في الأسرة وفي الأسرة الكبيرة وفي المجتمع وبعدين نلوم الأم لوحدها إنها طلعت عاجل فاشل أو معرفتش تحميه من كل دول وحدها المنظومة كلها محتاجة عدد صياغة وده أهمية اللي احنا بنحاول نعمله في القناة دي إننا ننشر التوعية دي عشان عدد أكبر من الناس كل يوم إن شاء الله يوصل لهم هذه المعلومات فنحاول نقاوم هذا التأثير حتى ذلك الحين لازم نكون عادلين في الحكم بعد ما نرجع وراء خطوطين ونشوف الصورة الكلية العامل الكاملة المؤثرة في تربية الطفل وفي تكوين شخصيته وبعد كده بقى نيجي نتكلم عن دور الأم في ظل المفاعيم اللي شرحناها دي كجزء من صورة كلية جزء مهم أكيد وجزء قصيل وخطير جدا في تكوين شخصية الطفل ولكنه جزء من صورة كلية مش هي الوحيدة المحركة الأم مش هي الوحيدة المحركة لكل المعطيات دي زي ما احنا فاهمين طيب الأمهات اللي بتسمعني سواء أنت أم فعلا وعندك أبناء أو ناوية إن شاء الله أنت حامل أو أنت هتتجوزي أو متجوزة جديد ابنك الذكر محتاج منك إيه عشان تقومي كل التأثيرات اللي قلناها دي قادر استطاعتك كأم في مواجهة هذا الطفل من التأثيرات السلبية أول حاجة أنت محتاجة توزني ما بين الحزم والحنان لأنه زي ما شرحنا قبل كده في حلقات الأسرة النرجسية والنرجسي داخل الأسرة الحزم المبالغ فيه والعنف بيقدي لمشاكل تؤدي لتكون الشخصية النرجسية والعكس الحنان والدلع والتدلع والتدلين المبالغ فيه كمان بيقديل نفس النتيجة فلا الحزم العنيف الشديد ينفع ولا اللين المبالغ فيه ينفع هتقولي ليه صعب أكيد طبعا ما هو مين اللي فهمك أن التربية حاجة سهلة السهل أن أنت تحملي وتولدي كوظيفة ميكانيكية بيولوجية ملكيش يد فيها زي كل الكائنات الحقيقة كل الكائنات الحقيقة بتتكاثر لكن الإنسان مميز على باقي الكائنات بإيه بإنه عاقل ومختار هذا العقل والاختيار بيتبني جزء منه مولود هو بيه وجزء منه مسئوليتك اللي ربانه سبحانه وتعالى هيسألك عليها أنت وأبوه عقل طفلك واختياره ده أنت وأبوه اللي بتبنوه طوبة طوبة من وهو لسه داخل الرحم مش بس بعد ما يتولد ودي تفاصيل كتيرة لازم ترجعي فيها لحد متخصص تربية تتعلمي ما بتعرفيش تذكري ما بتعرفيش المعلمات اللي بقولها دي بقى تذكري كويس من مصادر الموثوقة وتسألي متخصصين قبل قرار الحمل أصلا يعني ياريت يكون أن أنت تعرفي المعلومات قبل ما تبدأي تحمالي أصلا لازم تكوني جاهزة نفسيا للمسئوليات ضخمة اللي ربانه يسألك عليها دي فما فيش أي ضغط أن أي حد يتجوز النهاردة لازم يحمل بكرة الصبح عشان يثبت للمجتمع أن هو كده هي خالية من العيوب وهو خالي من العيوب كأننا في اختبار أمام الأسرة والمجتمع فيما هو أهم فيه أن أنتوا تبقوا جاهزين نفسيا أن أنتوا تبقوا أب و أم مش أنتوا نفسوكوا لسه أطفال محتاجين أب و أم يمشوركوا حياتك ولازم نفتكر دايما أن دي أطخم مسؤولية في حياتنا ربانه سبحانه وتعالى هيسألنا عليها بالتفصيل فطبعا ده بافتراض أن أنت اجتهدتي في اختيار أبوهم بما يرضي الله مش الناس زي ما شرحنا الحزم الزائد في التربية هو الأسلوب السائد في مجتمعاتنا للأسف الشديد وبيصل إلى درجات العنف زي ما شرحنا في حلقات نرجيسي داخل الأسرة ياريت ترجعوا لها بالتفصيل فيها جميع أشكال وحلقات الإذاء كمان سلسلة حلقات أشكال الإذاء بتورينا الحزم أو العنف أو يعني الإدارة بالشدة اللي إحنا والترهيب والرعب والعقاب المستخدمة في معظم الأسر خصوصا محافظة في مجتمعاتنا العربية تأثيرها بيكون عامل إزاي؟ هتسمعوها في الحلقات اللي فاتت ده شكلها إيه شكل التربية دي؟ الأبوين بيبقوا هم قلموا سيطر على مخ وعقل واختيارات هذا الطفل بيختاروا ويقرروا كل شيء بدل أولادهم من أول الأكل لللبس لوقت النوم لجدول اليوم للاهتمامات والهوايات والحاجات اللي بيحبها والحاجات اللي بيقرها بالعافية هم اللي بيقرروا وبيشعوروا أنه هم كل ما يساتروا أكتر والطفل يخضع أكتر ويقول حاضر ونعم يعتبروا الطفل ده بقى مهذب ومتربي ويعتبروا نفسهم كده نكحين في تربيته الحقيقة لا التربية الصح التربية الصح اللي بجد اللي بترضي ربنا وكمان علمية أنك تربي طفل عنده شخصية بيجادل عنده مخ عنده اختيارات بتاعته وهو على قد سنه مش هنطلب منه يبقى زي الكبار وأكيد هيغلط في التفكير ولكن لازم تربيه مش خايف يختار مش خايف يرد عليكي مش خايف يجدلك ويسألك وتقنعيه ويقنعك ولازم تتنزليله بعض الوقت بهدف تقوية شخصيته وبناء ثقته في نفسه وكمان لازم تبقى حازمة بعض الوقت عشان تفضل يمفكره دايما أنه مازال قاصر وأن أنت والدته مش بتشتغلي عنده العملية دي صعبة صعبة طبعا صعبة جدا كمان ومحتاجة طلبال وصبر أيوب وقود شخصية رهيبة منك هتربيه قوي اسألي نفسك بقى الأسئلة دي إزاي هتربي طفل قوي وانت ضعيفة ومهيدة الجناح ومكسورة ما عندكش ثقاف نفسك هتربيه عزيز النفس إزاي وانت ضحية وشعر بالزرل والمهنة وقبلهم على نفسك الحاجات دي مش مستحيلة ولكنها صعبة جدا لذلك قلتلك نقي زوج صح اختاري صح من الأول لأنه هيكون رفيق الرحلة الصعبة دي من أول يوم وهيكون سندك اللي هتتسندي عليه لما تتعبي وتضعفي وتنهاري من تقل الحمل ده حمل التربية ده حمل حاجة تقيلة جدا مش يبقى هو الزوج نفسه حمل إضافي انسوا مقولة الرجل طفل كبير الكلام اللي بيتنقش على السوشال ميديا محدش فاهم تأثيره عن الناس عمل إزاي دي الفكرة دي من وجهة نظري ودتنا في ده يعني إيه الرجل طفل كبير كل واحد فينا يدخله طفل الطفل ده يطلع وقت ما نكون بنلعب ونهرج مع بعض وإحنا بنحب بعض وإحنا واخدين على بعض كزوج وزوجة حلوين ولطف وبندحك وبنخرج وبنقول نكت وبنحب في بعض وبنناغش بعض وبنستفز بعض كده بطريقة لزيزة وبتاع آه ماشي طفل كبير لكن طفل كبير وهو في موقع مسئولية يعني 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 بدل ما يبقى راجل صلب وقوي وسند ومتحمل مسئولية لما تحتاجيه يبقى عيل رمي كل حاجة عليك ده مفهوم مدمر مفهوم سام إحنا بالربي مفهوم سام ما جوه الناس فأرجوكو المقولة دي قرموها في الزبالة طفل كبير دي ما فيش حاجة اسمها طفل كبير الطفل بيبلغ الحلم في الإسلام لما يبقى عنده لما يبلغ الحلم لقلت سيه 14 سنة بعد كم اسمه مش طفل اسمه راجل إحنا عندنا في التاريخ وفي الدين في رجال عندهم 18 سنة تولوا جيوش وحكموا بلاد ده كان اسمه طفل كبير من وجهة نظرك ولا ده كان إيه ده كان راجل فأنتي ما تدوريش على عيل وتقولي لي كل رجالة كده لأ دي مفاهيم تودي في دهيا في رجالة بجد محترمين بجد دول اللي تنقي منهم زوج إنما العيل اللي عايز يلعب ده يروح يدور على العيل اللي يلعب معاه مش أنت ابنك كمان محتاج منك تقللي المواجهات العنيفة اللي آخرها دايما فرض إرادة من واحد فيكو لأنه لو هو اتعود إنه يفرد عليك إرادته فأنتي كده بتربي ديكتاتور صغير إحنا بنحاول نحمي الطفل من نرجسية صح؟ وإنتي عارفة معايا هي إيه الصفات النرجسية اللي شرحناها في حلقة كل ما يهمك أن تعريفه عن النرجسية بترجعي التفتكري تاني تفكري نفسك عشان ما نوضش كل بقى حلقة نحن نشرح الحاجات تاني فأنتي عارفة كويس هي إيه الصفات النرجسية اللي انتي مش عايزها في ابنك باختصار شديد اللي منكم اتجوزها شخص نرجسي فهي شايفة الصفات النرجسية والسلوكيات دي قدامها في البيت كل يوم انت عارفة كويس قوي هي إيه اللي انت عايزة تحميه منها أول هذا الطريق إن انت يا تنفخي فيه ضخميه جدا ضخمي لإيجه عنده جدا يبقى حاسس إن هو إمبراطور فوق الناس أو تنكسريله كمان تخليه بقى هو المسيطر عليك هو اللي بيفرد إرادته عليك فيبدأ يحس إن هو بالاستحقاق المفرط ويبدأ يحس إن هو من حق وإن هو عمل كده في كل الناس فإحنا عايزين نقلل المواجهات العنيفة يعني مش التربية بالرعب والعنف والضرب وكسر الإرادة التربية بالتفاهم وبالنقاش وبالإقناع تمام؟ وكمان عايزين نقلل فترات البرود والتباعد والعقاب اللي فيها إشعاره بالإهمال والحرمان من حنانك مش حرمان من حبك ما فيش حاجة زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير منع الحب دي من الصفات النرجسية فما ينفعش تعقبي ابنك بإنك تشعرين إن هو هيفقد حبك كأم المفروض ده حب غير مشروط حب غير مشروط وهو في أسوأ حالاته وهو بيعمل مصيبة إنتي لازم تكوني بتحبيه برضو هتعقبيه إنتي بتحبيه تمام؟ إحنا ما قلنا الإزاء ليس تعبير عن الحب لكن العقاب من غير إزاء لازم يكون بحب تمام؟ زي ما يكون فيه سواب لازم بقى فيه عقاب التربية الصحيحة فيها الاتنين دول ولكن تقدري تبعيدي شوية عاطفيا وتحرميه شوية من الحنان العادي اللي هو متعود عليه عشان يحس إنه عمل حالة غلط ده عادي في التربية طيب الحياة الواقعية أكيد فيها الموقفين دول فيها مواجهات طبعا وإخناقات وفيها بعد نفسي شوية وبرود ولكن المطلوب إن دي تكون فترات عارضة وقصيرة مش ده شكل علاقتك بابنك طول الوقت ابنك كمان هيكون محتاج منك مساندة وعية عشان تعلميه يسيطر على مشاعره وسلوكه ودوافعه إحنا متفقين إن من أكبر مشاكل الأشخاص النرجسيين إن هم غير قادرين على لا يستطيعوا التحكم في مشاعرهم بيئاتهم الداخلية داخل أنفسهم هم بتتحكم فيهم فلذلك الغضب النرجسي المتفجر زي ما شرحنا في حلقة الغضب النرجسي وحلقة ماذا يستفز النرجسي فأنت مهمتك عشان تخليه حجم الإحساس ده خصوصا لو كان متربي في بيئة النرجسية بيشوف فيها ده كل يوم بيشوف أبو بيانفجر مثلا في غضب نرجسي عارم فأنت مهمتك إن انت تسنديه بشكل واعي عشان يتعلم يسيطر على مشاعره وسلوكه يسيطر على مشاعر وسلوكه مش يعني يكبتها لإحنا برضو زي ما شرحنا في حلقات الأسرة النرجسية من سماية الحياة في البيت النرجسي إن الأطفال مطلوب منهم يكبتوا مشاعرهم ولا يعبروا عنها وما يظهرش عليهم أي انفعال حقيقي سواء بالسلبة أو الإجابة لا يعيط ولا يتحك زيادة عن نزوم ولا يحتفل ولا يحزن ممنوع عشان النرجسي مش عايز وجع دماغ فمش ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا بنتكلم على أن انت يتعلمي قوة النفسية القوة النفسية اللي تخليه يقدر يتحكم في غضبه يتحكم في مشاعره الطفل اللي أمه بتشعره بالأمان والاحتواء والحنان وبتسمعه مش هنشوفه بينفجر في صورات وعيات التامبر تامترمز اللي بتحصل في السوبر ماركت أو في وسط الناس وانت بتزوريهم أو الكلام ده كله يزع ويعاية تخبط في الأرض وحاجات مندي في مكان عام قدام الناس عشان يبتزك عطفيا يحرجك ويضغط عليك نفسيا عشان تعمليه اللي هو عايزه نفتكر مع بعض زي ما قولنا قبل كده أن الطفل مولود متلاعب محترف هو منبيوليتر لأنه ضعيف فلازم يستخدم أسلحته النفسية عشان يخلي الكبار ينفذوله رغباته والمفروض أن الملكة دي أو المهارة دي تقل بقى من عنده لما يكبر ويسك في نفسه النرجسي مشكلته وبيكمل في السكة دي فلو ما فيمتيش الحقيقة دي هتبقي ضحية ابنك طول عمرك هيفضل متحكم فيك ويبيبتزك عطفيا ونفسيا طول الوقت عشان تعمليه اللي هو عايزه ده بيتصلح إزاي السياسة والفطنة وحسن التصرف أهم أدواتك في التعامل مع ابنك في المرحلة دي من حياته لا تكسريه وتفرضي إرادتك عليه بالعافية فتمحي شخصيته ولا تدلعيه وتنفذله كل طلباته ومنعاً لوجع الدماغ فتنفخيطه عن أرجسي هو بيقل تصرفاتك أنت وبو زي ما قول ما بيتعلمش بالطلقين المباشر وهنا بقى تكمن أول مشاكلك لو أبو نرجسي فأنتي هيكون عليك مجود مضاعف لمقاومة هذا التأثير بسلوك كنتي الصحي الصحيح وهنا بقى هتتضح لكم نقطة مهمة جدا الأمهات اللي بيقولوا مستحملين البقاء في علاقة سامة عشان خاطر الأولاد هل وإنتوا يا أمهات بتتضمروا نفسياً وبدنياً في علاقة سامة هيكون عندكم طاقة نفسية كافية تحموا بيها الأولاد فعلاً من التأثير عشان يطلعوا صحة ولا أنتوا نفسكوا هتتحولوا التأثير سيء عليهم لأن انتوا بقيتوا مجهدين نفسياً مثل الحياة بتزعقوا وطعياتوا طول الوقت حسين بالإحباط بتبعدوهم عنكم ما عندكوش حسين بقلة الحيلة ومش فيقين للتربية فهمتوا تأثير القرار الخطير ده عليكم وعليهم عامل إزاي؟ فإحنا الفكرة مش أن انتوا تقعوا في الفخ وبعنتوا يقولوا طلعونا لا الفكرة اللي بحاول عملها لك دلوقتي أن انت ما تقعيش في الفخ أصلاً اختاري صحة من الأول ولو حصل راد فلاكز لو شفتي علامات الخطر اللي تشبه الأعلام الحمراء دي المرفرفة في الريح لازم تقع فيه تقع فيه قبل ما تتجوزي تقع فيه قبل ما تمضي تقع فيه قبل ما تروحي برجليكي للفخ وعنت رجعي تقولي طلعوني انكزوني فإذا القرار في حالة البقاء في علاقة سامة وكمان خلفة المزيد من الأطفال ده قرار ربنا حسبك عليه قرار ربنا حسبك عليه لازم تنتبه لنفسك وليهم والتفاصيل في حلقات النرجيسي داخل الأسرة وحلقات الإذاء خصوصا النفسي والعطفي ولازم تستعيني بمتخصص نفسي سواء طبيب نفسي سواء متخصص أطفال مراقب محتاجة كمان تنتبه جدا لنمط منتشر في مجتمعاتنا في التربية وهو التقنيب المستمر التقنيب والنقد والتقريع المستمر وإشعار الأطفال دايما بالنقص والتقصير لكل ما يفعله أي حاجة مش على مزاجك تحسسين أنه هو غلطان ومنقصر وتأنبيه وتعقبيه وإنتي متخيلة أن ده تقويم سلوك الحقيقة النقد المستمر هو أول طريق التدمير النفسي للطفل بيفقده ثقته في نفسه وفيكي ما بتكونيش صاحبته وأول حد هيلجأ له لما يحتاج مساندة أو نصيحة أو فتفضى لأنه هتوقع أن أنت أكيد هتغلطيه وهتهجميه وهتسخري منه وهتعقبيه فبالتالي هيكذب عليكي هيخبي عليكي وهيستشير إصحابه العبط الأطفال اللي زيه فيغرقوه بقلت خبرتهم وكمان الأسوأ من كده أنه هو نفسه هيكتسب هذا السلوب ويصبح شخص ينطقي الأخطاء عينه مش شايفة لكل حاجة وحشة وقعد بينطقي طول الوقت وإحنا قلنا أن ده من أكبر صفات النرجسيين فتعلمي إزاي توجهي بإيجابية مش بسلبية وتبني بدل ما تهدمي هنعملها إزاي؟ ده من الأخصائيين التربية أنا هنا بكلمكو فقط عن إيه هي النقاط اللي نتفادها عشان أولادنا ما يكونوش نرجسيين وهنا هفكرك بمجموعة حلقات مهمة جدا بتتكلم عن الحموات شكل تربية الطفل اللي أثر فيه لدرجة أن هو بقى عنده سلوك نرجسي الحلقات دي فيها معلومات مهمة جدا عن علاقتك بابنك من المراهقة فيما بعدها إحنا كان دلوقتي كنا بنتكلم عنها الطفل هو صغير طب لما يكبر لما بقى مراهقة وأكبر من كده شوية الحلقات دي بتشرح لك من المراهقة للنضج وإزاي علاقتك بابنك في المراحل الخطيرة دي من حياته لو كان فيها أخطاء كبيرة عاطفيا ممكن يأثر على حياته العاطفية والجنسية بشكل مفزع فمش هكرر اللي كان في الحلقات دي تاني اسمعوها بالتفصيل براحتكم في سلسلة النرجسي داخل الأسر بواجه عام علاقة الولد بالأم علاقة محورية في حياته بالتأكيد زي ما قلنا عن علاقة البنتة بأبوها في حلقات النرجسي داخل الأسر ولكن علاقة الابن بأمه ما هياش المؤثر الوحيد في تكوينه كذكر فيما بعد فريد ناخد العوام اللي قلناها دي كلها في الحسبان في غيرها هنتكلم فيهم في الحلقات القادمة إن شاء الله ولكن ننتبه لهذه العوامل وإحنا بنربي وكمان وإحنا بنختار زوج نحاول نكتشف المشاكل دي في تربيته ما أنت أنت وإنت بتختاري زوج المعلومات اللي أنا بقولها لك دي ما تبصلهاش من ناحية واحدة بصلها من كل حاجة تقدر تفيدك أحد الفوائد للمعلومات اللي بنقولها دي إن انت إما تيجي تختاري زوج ليكي أو زوج لبنتك دوري بقى عن نقطة اللي احنا قلناها دي علاقته بأمه شكلها إيه اتربى بالعنف ولا بالرعب ولا بإيه بالزبط النفسيته عاملة إزاي بيتحمل مسؤولية ولا لأ دي تقسس اختيار زوج وإحنا عندنا في قائمة حلقات مهارات نفسية مهمة شكل العلاقات الصحية طريقة اختيار الزوج الصحية ليه بنختار الشخص الغلط كل الكلام ده موجود في حلقات سابقة ياريت نسمعها مع بعض نحاول كمان نوعي اللي حوالينا قادر استطاعتنا عشان نساعد في مقاومة هذه المفاهيم السلبية المعززة للسلوك النرجيسي في مجتمعاتنا ككل وهنتكلم عن المجتمع النرجيسي بالتفصيل في حلقات قادمة إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله هنتكلم عن جوانب جديدة مختلفة كتير لهذا الموضوع ودايما نرجع للحلقات السابقة لأن دايما كل حلقات متعلقة ببعض هتلاقوا روابط مباشرة لكل القوائم في وصف كل فيديو على القناة وكمان على الصفحة الرئيسية للقناة لما تنزلوا تحت كده تبصدوا القوائم كلها تحت بعض تقدروا تسمعوها كلها براحتكم وفي قسم القوائم طبعا وفي قسم الفيديو الحلقات مفهرسة بتاريخ نشرها فتقدروا ترجعوا للحلقات من أول خالص الناس الجديدة معنا بتسأل نبتدي منين من حلقة ما هي النرجسية وحلقة كل ما يهمك أن تعرفوا عن النرجسية وبعد كده الحلقات مفهرسة بالمواضيع في القوائم روحوا للموضوع اللي يهموكم سواء بتتدوروا على الأسرة على العمل على الأذى على وتفر هتلاقوا كل الحلقات موجودة هناك بفكركم أن أنا مش طبيبة نفسية ما بديش استشارات بأي شكل من الأشكال ولا برشح أطباء أنا مهمتي التوعية فقط والباقي عليكم وأتمنى لكم الصحة والسعادة وأتمنى لأولادكم الصحة والسعادة إن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة